اهلا بكل حضراتكم من جديد بدأت الهيئة القومية لمترو الأنفاء في تلقي طلبات المتقدمين في الوظائف الشاغرة بالقطار الكهربائي الخفيف والذي بدأ من الأحد الماضي حيث حددت الهيئة عددا من الشروط الواجب توفرها في المتقدمين لبعض التخصصات الفنية المطلوبة ويستمر باب التقديم في وظائف القطار الكهربائي الخفيف حتى الخميس 13 يوليو إذن تبلغ فترة التقديم نحو 25 يوما فقط وأشارت الهيئة العامة لمترو الأنفاء إلى أن التقديم سيكون في مقر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بمدان رمصيس وذلك طول فترة التقديم من الساعة التاسعة صباحا حتى ثانية ونصف مساء عاد الأجازات الرسمية وأكدت الشركة أنه لا يجري الالتفاة لأي من الطلبات المرسلة بالبريد الأوراق والمسندات المطلوبة لوظائف القطار الكهربائي هي صورة بطاقة رقم إقومي صورة شهادة الميلاد كومبيوتر صورة المؤهل الدراسي عضوية نقابة المهانسين الموقف من التجنيز شهادة تحديد مستوى اللغة الإنجليزية من أي من المعاهد للتباعة للغات للقوات المسلحة يجب أن يكون المتقدم حاصل على 65% فيما أعلى بالنسبة للوظائف الهندسية أيضا مطلوب صور شهادات الخبرة صورة شخصية أربعة وستة خوالة بريدية بخمسين جنيب اسم الشركة المصرية لإدارة وترغيل المترو التخصصات المطلوبة في وظائف القطار الكهربائي هو مهندس صيانة وإدارة المعدات والنظم والتحكم مهندس السلام والصحة المهنية مهندس أزمات وكوارث مهندس مرأبة الجودة مهندس إدارة المخاطر أيضا موظف شؤون قانونية ومترجمين أخصائيين تكنولوجيا المعلومات IT أخصائيين موارد بشرية وتدريب أيضا محاسبين في تخصصات المشتريات والمخازن وإدارة أصول موعي تشغيل القطار الكهربائي الخفيف هي قيام أول قطار من محطة بدر في اتجاه محطة علي منصور الساعة 55 دقيقة صباحا وقيام أول قطار من محطة علي منصور في اتجاه محطة مدينة العبور الجديدة الساعة 6 وربع صباحا قيام أول قطار من محطة علي منصور في اتجاه مدينة الفنون وثقافة الساعة السادسة صباحا وقيام أول قطار من محطة مدينة الفنون وثقافة في اتجاه محطة عدل منصور الساعة 6.23 دقيقة صباحا وقيام أول قطار من محطة مدينة العبور الجديدة في اتجاه محطة عدل منصور الساعة 7.9 دقيقة صباحا وتكون موعيد آخر قطارات الارتيك التالي هي قيام آخر قطار من محطة عدل منصور في اتجاه محطة مدينة الفنون وثقافة الساعة 9.15 دقيقة مساء وقيام آخر قطار من محطة عدل منصور في اتجاه محطة مدينة العبور الجديدة الساعة تاسعة ونصف مساء كده نكون وصلنا مع حضراتكم لنهاية هذه التخطية بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة كنت معكم أنا من نايا إلى اللقاء